أهلا بكم شهدت بريطانيا خلال عام 2022 سلسلة من الأحداث السياسية والاقتصادية المضطربة التي أدت في نهاية المطاف إلى تغيير في منصب رئيس الوزراء لأكثر من مرة بدأت باستقالة رئيس الوزراء الأسبق بورج جونسون ثم خليفته ليستراس التي استقالت بعد 45 يوما فقط من منصبها نستعرض معكم أبرز تلك المحطات في 26 يونيو عام 2022 كانت بداية الاستقالات في حكومة بورج جونسون حين أعلن وزير الصحة سابقا مات هانكوك استقالته بعد خرقه قواعد التباعد الاجتماعي لفيروس كورونا بعد أكثر من أسبوع وتحديدا في الخامس من يوليو كانت البداية الفعلية للاستقالات التي عصفت بحكومة بورج جونسون عندما أعلن وزير الصحة ساجد جاويد استقالته من منصبه وبعد لحظات أعلن وزير المالية سابقا ريشي سوناك استقالته من المنصب وفي رسالتهما أكد الوزيران أنهما لن يستطيع البقاء والأداء في منصبه في اليوم التالي وهو السادس من يوليو أعلن أعضاء جدد في الحكومة البريطانية استقالتهم ما زادت ضغوط على جونسون ويتعلق الأمر بكل من وزير الدولة لشؤون الأطفال والعائلات ويل كوينس الذي أوضح أنه لم يعد أمامه خيار بعدما نقل بقصد النية معلومات قصر عليها من مكتب جونسون تبين لاحقا أنها خاطئة إلى جانب مساعدة وزير الدولة لشؤون النقل لولا تريت ثم استقال بعدهما كل من وزيرة عدل فيكتوريا إتكنز ووزير الإسكان مايكل جوف من الحكومة بعد سلسلة الاستقالات هزت أرقان الحكومة وضغوط كبيرة تعرض لها من أعضاء حزب المحافظين لم يعد أمام بوريس جونسون سوى تقديم استقالته ليعلن بالفعل تخليه عن منصب زعيم حزب المحافظين في السابع من يوليو لكنه ظل في منصب رئاسة الوزراء حتى اختيار زعيم جديد للحزب أما السبب الرئيسي في تلك الاضطرابات التي عصفت بالحكومة البريطانية فكانت خلقات تتعلق بفترة الأغلاق أثناء جايحة كورونا وهما عرفت بحفلات داونينغ سريت في الخامس من سبتمبر فازت ليستراس التي كانت تشغل منصب وزيرة الخارجية بزعامة حزب المحافظين الحاكم لتصبح ثالثة رئيسة للحكومة في تاريخ بريطانيا في الثالث والعشرين من الشهر نفسه أعلنت الحكومة عن خطة موازنة تقوم على الاقتراض وخفض الضرائد التي لاقت انتقادات واسعة خاصة بعد هبوط الجنيه الاسترليني لأدنى مستوى له أمام الدولار لتعنى الحكومة في الثالث من أكتوبر تراجع عن خطتها لإلغاء أعلى معدل لضريبة الدخلة بعدها اتخذت ترأس قرارات في محاولة للسيطرة على الوضع الاقتصادي فأقالت وزير الخزانة كواسي كوارتينغ وعينت جيرمي هاند خلفا له في التاسع عشر من أكتوبر ألقت رئيسة الوزراء ليستراس خطابا أمام البرلمان اعتذرت خلاله عن ارتكابها أخطاء لكنها أكدت نجاحها في وضع صقف أسعار فواتر الطاقة وبعد ضغوطات واسعة لقتها من داخل حزب المحافظين نفسه عن التراس في العشرين من أكتوبر استقالتها من رئاسة الحكومة بعد خمسة واربعين يوما من توليها المنصب في الرابع والعشرين من أكتوبر أصبح ريشي سوناك زعيما لحزب المحافظين بعد انسحاب منافسته بني موردينت زعيمة الأغلبية المحافظة في مجلس العموم وألقى سوناك بيانا قصيرا من داخل مقر الحزب متعهدا فيه تقديم المساعدة للشعب البريطاني لكنه حذر من أنها تواجه تحديات اقتصادية عميقة في اليوم التالي سمى الملك تشاريس سوناك رئيسا للحكومة تلك هي أبرز الأزمات التي مرت بها المملكة المتحدة حتى استقرت في نهاية المطاف على سوناك لإدارة بريطانيا في مماجهة العديد من الأزمات كالأزمة الأوكرانية وأزمة التطخم